تقريبا يعني خلينا نقول انه هذا انتي حاجبك الطبيعي خلاص في بعض البنات كذا حواجبهم مثل ما انتم شايفين خفيف مثل منطقة يجي عريض منطقة خفيف وهالشكل تمام فراح الان اشتغل على انه اللي قدامي كذا حواجبها سنسي مو شرط تشتغلي من بودرة حواجب اي لون اي شهدوا بني يمشي معاك فراح اخذ اللون الان المفروض اللي هو هذا هذا شكل حاجبي انا رح ابقى في نطاق شكل حاجبي مع ذي هلبي خلاص رح اخ يعني زي ما قلت خليكي في نطاق شكل حاجبك لا تغيري منه لا تخلي مربع ولا مثلث ولا مستدير ولا ما دريش خلي على شكله هو الانسب لك خلاص اخذ كذا من اللون خلاص اضغط كذا او انفض وابدأ اشوف وين الفراغات الموجودة شوفوا بنات شايفين هذا الخط انتو انا دايما الان لما ابدأ في درس الحواجب ايش اقول لكم اقول لكم ابدأ كذا صح بالعادة اسوي لكم خط زي كذا ومشي صح فانت بتعتبري هذا الخط هو اللي الان انت بترسمي هو بيكون ايش ايش اني اعبي كاني الان قاعدة ارسم كانو اصلا ما في حواجب بس انا ايش بالبداية قاعدة اسوي قاعدة اعبي بحيث انو الخط هذا اللي تحت يكون عندي كامل نفس الخط هذا فهمتو فلاحظوا كيف ابدأ اعبي في الفراغات مثلا هنا عندي فراغ عبي شوفتو كيف الان ما انزل ولا اطلع حاولوا شوفوا تخلي التعبئة تكون كاملة على نفس المستوى معناها لو في هنا عندك فراغ في حاجبك انتي رح تنزل شوي علشان ايش يسير على امتداد الخط اللي انا سويته شوفتو كيف يبدأ يتعبى معاك الحاجم تمام رح ااخذ مرة ثانية نفس البرودكت وابدأ الان شوفوا انا الان وين بطول عند اطول شعرة عندي في حاجب اللي هي هذه شايفينها معناها ببدأ ارسم شعرات في مستوى الشعرة هذه الطويلة شوفتو كيف طبعا ما رح تقول دي مستمر على نفس ارتفاع الشعرة لا احنا اتفقنا كل ما نزلنا او قربنا على نهاية الحاجب الشعرة تقصر معايا صح ولا لا ليش ما حطيتي تاتو البني القلب لا شوفوا انا دايما ايش اقول لكم ما ينفع تيجي ترسمي مو كل البنات عندهم تاتو مناسب للون حواجبهم فدائما انا دايما اقول لكم خليك بالهذا هذا افضل انا افضله اكثر من الاقلام قلت لكم الاقلام يا بنات بعد فترة تصاقط الشعر الحاجة الامنة الوحيدة اللي هي الشدو خلاص فانتي ارسمي بالشدو كمان هذه الشغلة ليش انا ارسم دايما بالشدو انتي كمبتدئة صعب عليك انك تكوني فنانة في رسمة حواجبك فلو انتي رسمتي بالشدو جبتي العيد يمديك تمسحي لكن لو انتي رسمتي بالقلم بيصير الشكلة ممكن مضح واذا جيتي تمسحي فيه اقلام ضد الماء فرح تتغلبك شوية بالمسح بالتالي رح يطلع معها شعره يعني شعره شعرتين ثلاثة من حواجبك فخليكم امركزة على الحضافر طيب الدرس فاني قلبي نفسي اعرف ارسم حواجبي ان شاء الله رح تعرفي ترسمي حواجبك شوفوا ما انا قاعدة الحين اشرح لكم خليك على شكل حواجبك نفسه خلاص بنات زي ما قلت رح تبدأي تسوي شعرات بالاي شدو عشان يمديك تعدليها لو جبت العيد تعدليها عادة وينمسح الشدو بسهولة يعني خلاص كل ما اتجهتي لنهاية الحاجب يعني يدك لا تمديها مرة خلي الشعر قصير شوفتوا كيف انا كذا خلاص عبيته من النهاية ما في اي مشكلة لكم ساحة الله وبركاته خلاص شوفوا ببدأ الان هنا لاحظوا كيف هنا مثلا عندي فاضي عادي شعره بسيطة كذا شوفتوا كيف بنات ومرة ما تشطح بيدك الفوق بالمرة لا زي ما قلنا في اتجاه او بالضبط على مستوى اطول شعره عندي كانت شوفتوها الحواجب الكثيفة ما تحتاج رسم شوفي درسي اللي هناك ما تحتاج رسم انتو حواجبك كثيفة تروحي ترسميها ليش انا عارفة حواجب الكثيفة بالعادة يكون شعرها طويل فامتي مشطيها في البداية بس عشان تترتب بعدين طرف الفرشة اللي هي هذه تيجي على اطراف الحواجب على اطراف حاجبك كذا ونيمي عشان ايش الشعر يصير نايم ونفس الوقت العرض حلو ما تعرضيها زي كذا وتخليها واقفة كانوا فاقع في كفيش المقدمة راح ااخذ هذا اللون الفاتح خلاص وابدا ارسم شعرات في المكان الفاضي بس شوفتم ما تتمصي بالمرة لا بس المكان المحتاج اني احط فيه شعرة حطيت هنا بس كان عندي فراغ حطيت هم مثلا يكون هنا عندها مسافة طويلة او بعيدة بين حاجبها هذا وحاجبها الثاني الان في المسافة هذه خلاص انا ممكن احط شوية لون كذا شوفوا كيف الان بقرب المسافة بحط لون مرة بسيط شايفين شعرات كذا واقفة شايفين انا محتاج اني اسوي بالقلم ليش الان اسوي بنات بالقلم لان انا قاعدة ارسم اصلا على جلد انا قلت انه مسافة بين حاجبها وحاجبها طويلة فانا الان الرسم هذا الايشاد وجاء على الجلد يبان شكله انه غلط ليه لانه هنا بادي الشعر وهنا منطقة فاضية هنا ممكن اني اسوي له شعرات اقدر اسوي شعرات بهذا اذا كنتي على الجلد فهذا يمشي معاكي مرة حلو الجهة هذه خلاص فمجرد اني بس ايش اسوي شعرات زي كذا شفتو فوق البودراء اللي انا رسمتها كذا ايش يبان يبان شعر حواجبي مرة طبيعي شفتو وانا كذا ايش قربت المسافة بين الحواجب طبعا بنات ما تقربوها مرة يعني في بعض البنات مرة تشطح صراحة تقرب الحواجب شويه يسلموا على بعض حواجبها غلط يعني ما تكوني بالمرة ولا تكوني بالمرة اوكي خليك بالمرة خليكم في الوسط ينفع ميكب بدون مدمع العين لان البعض ما يناسبهم انتي الان جوبت على نفسك البعض ما يناسبهم يعني معناها مو لازم مدمع العين تمام بنات مدمع العين انا اخر شي افكر اسويه قالت للعرائز ينفع يعني بدون مدمع ايوة تخيل يعاد بدون مدمع ما يتم الزواج يا بنات المدمع والله هي هبه هبه متى اسوي مدمع بس في حالة واحدة اذا كانت العيون مر بعيدة عن بعض انا محتاج اني اقربها فممكن اسوي مدمع لكن مو دايما ابدا طيب شوفوا انا الان هذا حاجبي خفيف انا الان برسم على طول فوق وبالتاتو على قولتها او بالقلم خلاص ممكن تقصد شعر حاجب نازل لاحب مش لفوق اه فهمت عليكي فهمت عليكي مو انا ش قلت اللي عاد شعر حواجبها بنات نازل هنا لازم تستخدمي حاجة تثبت شعر حواجبك تمام اللي هو الواكس مثلا او الجل او صمغ الحواجب انا عن نفسي اقدر استخدم صمغ الحواجب عادي على شعر حق الحواجب تحطي شوية هنا في الفرشة تمام وتمشطي اول شي شعر حواجبك الى تحت بعدين تبدأي ترفعي الفوق شوية شوية من البداية من هنا بعدين كذا بعدين كذا بعدين كذا بعدين كذا وكل ما رفعتي لازم بنات تثبتي كذا لازم تقدي راسك كذا لما تحسي خلاص انه هو نشف اذا نشف حسيتي انه لصق الشعر بالجلد هنا خلاص تقدري تتركي لان في بعض شعر الحواجب يجي عنيد اللي هو ينزل تحت فهمتو رح اجي اعبي المكان الفاضي طب انا هنا رح ابدأ في الشعرات شوفو اثقل الشعرات الموجودة عندي شايفين ولاحظوا بنات انا ما ارتفع بالمرة على شكل حاجب على شكل حاجب البنت نفسه ببقى خلاص لاحظوا كيف ها هنا مثلا حاسة في فراغ ارسمي حاسة في فراغ هنا ارسمي في فراغ ارسمي اوكي شوفو على نفس شكل حاجب ها وقلت كل ما قربت لنهاية الحاجب يدي او امتداد الشعر يصغر معايا اذا هو انا قاعدة الان ارسم لك بالتاتو قبل ما يفصل من التأبو خلاص شوفو بنات ارسمي شعرات وخلي اتجاه هو بس شوفو انا قاعدة اعرض الحاجب شي مرة بسيط خلاص ارجع مرة ثانية لاحظوا من هنا مثلا ملاحظة انه هو ناقص فانا ايش اسوي ابدأ كذا شعرات والمكان الناقص ارسم فيه شايفين شوفو بوصل الاخر شعر تقريبا قريبة من الحاجب شايفينها اللي هي هذي مثلا الشعرات بارسم كذا عندها شايفين انا الان امركزة مع الحواجب بنات فلا تكتبوه شوفتو كيف هذا شكل حواجبها زي ما قلنا هي من نوعية مثلا شكل حواجبها قوس فما لدعي ابدا تلغي شكل حواجبك القوس وتخليه اي شكل من الاشكال الثانية لان شكل حواجبك هو الانسب لك انا هنا ملاحظة انه مثلا بعيد عن في مسافة طويلة بين حاجبها هذا وحاجبها هذا فهنا ايش اسوي بنات لازم ااخذ شوية بودرة من الفاتحة تمام ااخذ شوية بودرة فاتحة واحطها هنا شوفو امتداد الرسمة نفسها شايفين امتداد الشكل هذا اصوي زي كده شعرات كده واقفة بعدين ارجع اكمل فوقها بالتاتو بس ليش سويت هذه الحركة عشان زي ما قلت ما يبان انه انتي شوفوا الان لحظة اذا خلص بوريكم عشان تعرفوا الفرق شوفوا بكمل خلاص شوفوا الفرق الان لو انتي حقيقي كده يعني انتي بنت حقيقية بتلاحظي انه هنا مرسوم على الجلد فالشكل يطلع مو حلو خلاص فانا ايش اسوي هنا هنا ارسم فوقه بالشعرات اللي هي بالقلم حق الشعرات شوفتوا عادي ارسم الان شعرات ليه علشان زي ما قلت يبان عندي مرة انه طبيعي وانه حقيقي فيه هنا شعر اخرى ا sudah دخلو ارسم ارسم Wellア الاني qui تبغي تحطيها. فانا لو باشتغل بنيات راح اخذ افتح لون بالالوان البنية اللي عندي في البلد. اوكي. اللي هو تقريبا هذا. وفي كل بلد في عندك الوان انتقالية لازم. خلاص. اخذوا كذا. بحطوا هنا على كامل الجفن. خلاص. بحركات دائرية. تبغى اللون يكون. بنات هذو مرة سمبل والكل يقدر يسوي لك. خلاص. هو بس اني احطوه بحركات الدائرية. ولاحظوا انا خدت كمية مرة قليلة. خلاص. راح احطها على كامل اللي هو الجفن الثابت والمتحرك بشكل كده. تبغي دائري تبغي مسحوب اللي تبيعادي. هاخذ اللون الاغمق اللي هو هذا. خلاص. نفس الشي انفض. بعدين ايش احوامق هنا بحطوه في نص العين. حطيت انا الان اللون. خلاص. انا كده خلصت اللوك. ما اظن فيه سهل من كده. والاستخدم هذا اللون بنات هو في زي اضاءة شوي. خلاص. فرح اخذه مع هذا شوي. تمام. ورح احطوه هنا في مقدمة العين. لو ولا مش تقلت شو الله يا حياتي اشتاعت لكم العافية بنات. خلاص بنات راح احط بني. راح احطوه هنا. ولاحظوا دائما انا ما اتعمد اني انظف الفرشة حقت الايشادو. او عفوا اللينار. لاني دايما احتاج انه يكون الدمج اللي تحت العين اسود مع بني. شفتوا بنات? خلالي زي كما. تماما ماشي مع خط. طبعا انت فاتح عيونك دايما وانت فاتحين عيونكم. اجي مع نفس خط رموش اللي تحت وارسم خط بهالشكل. خلاص. امتداد خط رموشك اللي تحت. اوكي. رسمنا الخط هذا. الله يسعدك يا رزالة يا رو. خلاص بنات. الان وانت فاتح عيونك راح تنزلي تتركي بداية الخط تنزلي بعد يعني تقريبا ثنين ملي. جيب المسترة. خلاص لأ اترك يعني شوية كده ثنين ملي خلاص واجي كده مقفلة لبداية ربع رموشي لفوق. شايفين الرموش هذا ربعها صح. فوين الخط حقي بينزل بينزل لبعد اول ربع رموشي اللي فوق. شايفين كده. بس هذا هي. ترى والله يا بنات مو صعب. خلاص. الان ابدأ ايش اسوي اعبي في المكان الفاضل يتكون معايا. زمان كنا نرسم زي كده الايلينر ونخليه. بعد كده ما ادري مين طلع لنا شوي معقد فقال ايش لا اتمسه. فصرنا نتمس. انا لا ما انا يعني ما احب ترى اتقيض بكلامهم يعني فالقات انا لا ما انا يعني ما احب ترى اتقيض بكلامهم يعني فالقات تتعن علي تتعن علي. اكيد فاهميني صح بدون ما اترجم الكلمة. اه تطري على بالي. تطري على بالي. احسني قاعد اقول شا. ما نوسع شوي العيون. فايش راح نسوي الان راح تخلي عينك مثل ما هي كده وانتي فاتح عينك شوفوا بنات اخر ربع العين شايفين كاني بالضبط بحط بارسم برسمة كده مستقيمة بس مو مرة من نص العين لا خليك بس اخر ربع العين كده ترسمي زي كده مفتوحة شوي شايفينها تمام اذا عينك صغيرة بتحطي كوح الابيض جوا عينك يعني هذا بتمشي جوا العين. اذا الايلينار نفسها تمام واجي بنات شوفتوا الخط الابيض اللي انا رسمته. خلاص ايش اسوي امشي كده تحت الخط الابيض شايفين واضح معاكم امشي زي كده في بعض يعني ارسم حاجة معادي نفس ما ترسمي بس لما اعمل شهرات يطلع محلو مقزز. شنو السبب بالقلم لو بي. شوفي. اول شي اذا انت ما انت محتاجة تعملي شعرات لا تسويها. هذه الشغلة الاولى تمام زي ما قلت انا متى اسوي شعرات. اذا كنت ارسم اذا كان منطقة عندي ما فيها ابدا شعر. فانتي خلاص اصلا شعر حواجبك اكتفي فيه بس مشطي. لكن منطقة انت رسمتي فيها على الجلد هنا لازم اني احط شعرات. فكيف احط شعرات في القلم. المشكلة الان مو في القلم. المشكلة بشغلك انتي. تمام? شوفوا بنات. قلت انا لما تيجي تحطوا شعرات. اغلب البنات كيف يحطوا شعرات. ترص على القلم رص فيطلع زي كده. شتو? هذا مو شعر. هذا مخلب. خلي يدك مرة خفيفة. بس شكل. شوفوا الفرق بنات. شوفوا كيف. اذا يدي خفيفة كيف يرسم معايا شعرات ممرة خفيفة. شايفين? لكن شوفوا اذا يدي ممرة قويها. يرسم معاي شعرات ما. انتي كده ترصي على القلم. واذكر واحدة قالت انا كل ما جبت قلم رميته كل ما جبت قلم. طلع عنده مشكلة. انا عاملته القديمة وما يصير شعر شعر شعر. شو اعمل? لازم تخفيه باللون برتقالي. بعدين تحطي فوقه كونسيلر. بعدين ثبت بالبودرة. بعدين ترسمي من اول وجديد. لما انقصت الكاتيكريس ما يكون من مدمع كيف اخذ الكياس. جيبي متري. يا زينكم وحنا شكونا على خط الكاتيكريس. صلوا عنا بي. اول شي. متى ما يخط الكاتيكريس لازم تكون يفتح عيونك. اوكي وهي كمان فتح عنيها. ماشي? مش دامة هي مغمضة. متروحة تجيبي صحيح متر. حبيباتي الله يديمكم يا رب. وخذي كده لون ابيض. البنات اللي تخافنها زي ما قلت تجيب العيد. تمام? خذي كده لون ابيض او بالكنسيلر. الان ليش اقول كده بنات. الله يديمكم ويساعدكم يا رب. عشان اذا جبت العيد تقدري تمسح. يعني مثلا انا اهو. جبت العيد اهو. نزلت ايدي. انا استفق او انا بعملها في الميكب. خدت غفوة. نزلت. ما فيش مشكلة اهو كونسيلر هو اوكي امسحي كده ادمجي. فهمتي? فأنت ما ما تبينيش يعني ان لزبون ان انت هي خدت غفوة وبتكمل والله ضحكت مع اني مش فهمها. الهم ما تضحك. خلاص او تعملوا حدود الكاتيكريس وتكون تمام. فاسهل طريقة انك انت تاخدي اما كونسيلر او من الفونديشن او لون فاتح. عشان لو مسحتي ما فيش مشاكل تمام. هتعمل ايه? هتاخدي. طبعا بنات شوفه. في بعضهم يبدأ من هنا. في بعضهم من هنا. في بعضهم من هنا. في بعضهم من هنا. في بعضهم بعيدة عن بعض. فالافضل انك تقرب الكاتيكريس من هنا. تمام? هنا. وانت فاتح عيونك. يعني الخط يا بنات هذا يكون بالضبط فوق فتحة عينها. فانا تقريبا شايفة الدائرة هذه. يعني هي فاتح عيونها. فهمتوا? بهذا الشكل. قلت متى انزل هنا? اذا وصلت شوفوا. اذا وصلت شايفين انتو نهاية شكل نهاية عينها. اذا وصلت فوق نهاية العين انزل النزلة. شفتوها? بعدين ارتفعي. رفع بسيطة. هذا الان هي حدود كاتيكريسي هذه. شايفينه? في اوقات تخليها زي كذا الرسمة. وفي اوقات تقفليها. هذه عدراج عليك انتي. مثلا هذه ماركة نود رخيصة تمام? انا ما اخذتها من موقع اللي هو من شيئن. اهم حاجة عندي في البلد لما انا اجيبه حتى لو انه رخيص. انا بس اللي ابغى ان اذا سويت كذا على اللون اشوفه مرة واضح في اصبعي. هذا هو بس المهم. خلاص هذا جيبي واشتغلي بتطلعي فنانة بيطلع لك معاكي مر يجنل. ما شاء الله. انا اعتقد بيأثر. بس لو نوعه مش كويس بعد دقائق تحس بيسيح او ما عرفش بيخفه خالص او بيتشفط من الوش. بص يا باقي يا حياتي. احنا اتفقنا في حاجات احنا بنعملها او خطوات يا بنات عشان ما تسيحش ابدا هو شوفه في 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 وجيه بتتشفط الميكاب على قلتك. بتتشفط هو هو الوش بيشفط. عشان الوش ما يشفطش الميكاب هنا هنا هنعمل ايه? هنخليه اول حاجة شبعان. انت يكليه. انا انت لايقوركم انا اضحك بس وحقيقة رفيه. في وجيه سبحان الله تعكل الميكاب والله. انا اسميه انه. هذي محتاجة للامانة عناية يعني دبل. ايش تسوي? اول حاجة قبل ما تحطي ميكاب بتمرري عليه ثلجة. تمام? هتحاولي انه دايما تحطي الميكاب اصلا وبشرتك تكون باردة. يعني لما تحسي كذا بشرتك تحسيها انها باردة. تمام? فانت مرري ثلجة. بعدين نشفي وجهك. بعدين على طول ابدأي في المرتب. خلاص? تخلي بشرتك يعني تمتص المرتب مية بالمية. بعدين تبدأ وبنات طبعا هو يحتاج برايمر بس للاماكن اللي فيها مثلا الزيوت. خلاص من ضمنها في اوقات اللي دايما بشرتهم تاكل اعرف انه عندها الجفن زيتي. فرح نستخدم هنا نضطر ان احنا نستخدم لها برايمر حق العين. تمام? لهو حق الجفن. طبعا هو يخفف افراز الدهون. بتحطي بعدين بتحطي لها نقطة من اللي هو لا اله الله تثبتي عندها الجفن بالكامل باللوس باودر او بلون يكون اللي هو الله مصلاة سيدنا محمد. بيج. فهمتوا? لازم تثبتي لها. هنا بنات التثبيت مرة مهم. اهم حاجة احنا بدأنا بشي كريمي ثبتنا فوقه بالبودرة بعد ما تحطي الميكب وتخلصي. حترشي فيكس بلاس وتنتظري شوية. بعدين طبعا الفيكس بلاس بنات ما نخلي يجي على العين. اوكي? تغمض لي زي كذا عيونها وترشي. اخر ما تخلصي ثبتت لها باللوس باودر لازم كامل وجهها. بعدين حتحطي لها المثبت. هذا مرة مهم. انا مثلا جفني زيتي او دهني. اذا حطيت كوح الجو والعين مهما ثبتوا مهما ثبتوا حدوا معي ثابت ساعتين بالكثير. بعد ساعتين خلص يبدأ ينزل لي هنا اسود. فهمتوا? عشان كذا بنات انا ما احب احط كوحل جوا عيني. ابدا ما احب احط يعني خلص اكتفي بالشدو بس. العين. بنات شوفوا الفيكس هو ايش وظيفته? انه يدمج لك الاشياء ما بعض. فانتي اصلا اوريدي دامجة العين ومخلصة. فليش تروحي ترشي عليها فيكس? المثبت ايوة بنات. لا المثبت ترشي على كامل وجهك. وانت مغمض عيونك ورشي. لا عدم ولا الدرجة. لا. البرايمر بنات ما يوصل تحت العين. تحت العين انت بتثبتي بالبودرة. اهم شي يكون بودرة حتشتغلي تحت عيونها بالاشادو. بس. عدموا لها الدرجة. خلاص. منسوي زي كده. خلاص يبوهم كاتكريس. عشان عوريها من وين الكاتكريس يبدأ. خلاص بنات. شوفوا. الابيض. طبعا في بنات انتو بنسبة لكم في لون اللي هو اكوة. اكوة الابيض خلاص. المفروض اني انا استخدمت بس الحين. يلا مشكلة. خلاص راح اسوي لها من هنا. بنات. شوفوا كيفها ماشية. شايفين? اذا تبغي الى هنا توقفي عادي. اللي هي ايش احنا نسميها هذه الحركة? هاف كاتكريس. اللي هو كيف حتسوي? راح ارسم فوق بالضبط خط اللي هو رموشها. تمام? بس شوي يكون عريض. تمام بنات? زو. زي ما اتفقنا البوزة مو ضرورية بس انا راح اسوي بس كذا يعني كتشكيل. اللاينر شوي تمدي. شوفوا كيف. هذا اللاينر اللي هو تيجيك زي كذا ويسوو بس هالشكل. خلاص. ودخلي معاها الرسمة اللي تحت. طبعا. واش اخلي بنات عرضها تمام. هو زي كذا. احاول ايش اوصل عشان يكون الشكل اللي قدامي حلو. حياتي. شوفوا بنات. الان انا مثلا بسوي زي هذه الرسمة. خلاص. اللي هي الحين سويتها قدامكم هذه. والان وهي فاتحة عينها. خلاص. انتي رسمت انا الايلينر. هذا هو الايلينر. تمام? زي كذا هو. صح? انا مثلا نفس الرسمة حقتي هذه. خلاص شايفين? الان هذا الجزء لازم يكون باين. وهي فاتحة عينها. صح ولا لا? نفس الشي اللي هي الخط الكاتيكريس. هنا بيكون خط الكاتيكريس هنا. تمام? هنا. نفس الشي بنات لازم وهي فاتحة عينها يكون باين معي خط الكاتيكريس. طالب بنات هنا تكون طبطينة هنا. طبطينة تكون تحتها. فلو انتي رسمتي تحت الطبطينة بتصير رضايا عن رسمة حقتك. فاحنا دايما نرسم فوق خط الطبطينة. فهمتوا? وهي كذا فاتحة عينها. ماذا يعني لون انتقالي? اللون هذا رح يسهلي بعد كذا دمج الالوان مع بعض. خلاص. فاحط اللون اللي انا ابغاه كلون انتقالي كذا. طب طبا يا بنات. هذا مو محتاج دمج ولا محتاج الشطارة يعني. بس رايحة جاية خلاص. توزع معي على كامل الجفن. توزعوه على كامل الجفن من انت الثابت والمتحرك. تمام? الان نفس الفرشاية. اذا عندي المدى حق العين هنا واسع يعني اقدر اشتغل براحتي. تمام? خذي الفرشة اللي انت تبغيها. اذا عندك مدى العين صغير لا. لازم تختاري فرشة دمج بنات تكون صغيرة زي كذا. شايفين? حبيب. طالله يا سادك يا رب. خلاص شوفوا. فاخذ زي هذه. لان مثلا انا عندي مدى العين صغير. ما يمدي اشتغل بنات بفرشة كبيرة. اخذ منه تكة زي كذا. ما تكثروا لون. خلاص. ولازم تنفضي. لازم تتخلصي من الزيادة. خلاص بنات اجي احط زي كذا. ها بالدمج دائري. حركة دائري. شوفوا. حركة دائري. مجرد انت ما تدمجي وانت اصلا ما اخذ كمية قليلة. خلاص. تبدأ الالوان تندمج مع بعض معاك بكل راحة. بدون شي. شايفين? ارجع مرة ثانية اخذ تكة. ونفس الشي انفض. ارجع مرة ثانية. شوفوا انا كيف قاعدة حركة الدمج عندي. دائري. شايفين? هو اصلا اذا انت بديت صح فهو شغلك الحاله. خلاص يصير يتكون الحاله. يعني بدون احترافية. بناتوا يدي مرة خفيفة على الفرشة. ما ارضي راح اخذ مثلا تكة بني. شايفين? هذه التكة اللي اخذتها برضو بنفض. مثلا باجي بقى ادمجها هنا. هاشوفوا كيف. طالما انا ما اخذ كمية بسيطة فمعناها الدمج حقي راح يكون نظيف. والدمج حقي ما راح اخاف منه. شايفين? انا كذا دمجت ثلاث الوان مع بعض. اللون اللي انا ابغاه خلاص وقي في دمج. مو تقعد تدمجي تحسب انه كل ما دمجتي كل ما كان شغلك احلى. لا. كل يا بنات ما استمرت في الدمج لاحظوا باستمر معاكم انا قاعدة اسالف. وانا مستمرة تلاقي الالوان خفت 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 شوفوها بدى يروح اللون الغامق اللي فوق حطيت ولاحظتوا. شوفوا كيف. عد رسم الحواجب حياتي ارجعي للفيديوهات اللي عندي في الحساب. انا منزلة لكم يا بنات الدروس. شوفوا كيف بنات. كل ما استمرتي في الدمج كل ما خف معايا اللون. وعلشان كذا اغلب البنات يقولوا احنا قاعدنا ندمج بعد كذا ما لقينا اللون اللي حطينا او صار اللون اللي عندنا لون واحد. ليه? انت دمجك غلط. انه انت خلص زودتيها يعني. مبسوطة على الموضوع. ما انت مبسوطة كتير. اوكي. هذه شغلة. الشغلة الثانية من الاخطاء حق البنات انه تستخدم فرشات زي هذه مثلا اكبر من راسها. وتيجي تدمج. مثلا هي حجم عينها مرة صغير حجم الجفن. تيجي ماخذ اللون زي كذا. تيجي تدمج. وتقول صار كل لون عندي لون واحد. طيب مو انت شوفي الفرشات اللي قاعدة تدمجي فيها. هذه الفرشات دهن فيها نجدار بيتنا يعني ما. كيف تستخدمي انت على عينك. وانت اصلا عندك مدى العين صغير. فما ينفع. ما ينفع دايما.